الحقيقة الإنسان يجب عليه دائماً أن يعرف نفسه نقول في الحديث عن الإمام الصادق يقول رحم الله من عرف نفسه الإنسان غالباً يصير مغرور غروره هو أنه يتصور أن كل شيء بيده أن كل شيء تحت إرادته أن كل شيء باختياره مثلاً بعض التجار إنسان يشوفهم أو بعض الدكاترة إنسان يشوفهم أو بعض الموظفين الكبار يقول أنا كونت نفسي أنت منه أنت كونت نفسك إذا أنت كونت نفسك ويتطور هذا الشيء الشعر يقول كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقة كثير من الناس عقل حزم إدراك ركض كل شيء منه عزم ما ذلك لا يحصل على شيء وتشوف كثير من الناس هؤلاء لا يعرفون هذه الأمور والمال يأتيهم كذلك هذا الدكتور الذي يتصور أنه كون نفسه ما الذي كونت نفسه الإنسان إذا ما كان عندك مخ وفكر وذكاء وفطنة وفراغ وألف شيء وشيء آخر كنت تتمكن أن تكون نفسك؟ الإنسان إذا قسمنا أموره تقسيما صحيحا بالمليون جزء بيده الآن أنت الذي تسمع سماعك بيدك؟ أنت لا تعلم أن هناك في العالم ألوف الناس الذين لا يسمعون؟ مبيضة منوح من الله مجاما بلا أي مقادلة روح إلى المستشفيات شوف المرضى؟ طبيب كل شيء موجود لا يشوف دكتور فبيب جواء في المستشفيات المتخلفين عقلياً روح شوف هيك؟ قاله كل شيء وهو مثلي ومثلك لكن عقله فيها خلل ما نحن صنعنا أنفسنا؟ الذي يتصور أنه بعضده كل شيء وبماله كل شيء وبعلمه كل شيء هذا أقل ما يقال فيه أنه لم يعرف نفسه ولم يعرف الكون ولم يعرف متغيرات الزمان وإنما هو ظن أنه بنفسه حصل وبنفسه تعلم وبنفسه كذا وبنفسه تقدم والآخر القائمة الإنسان ليس هذا هذا الشيء الذي الآن أنت تبلعه نحن في الحقيقة نشرب ماء وبكل هماء لكن يجب أن تعرف أن من فمك إلى رأس المعدة أكو أربع مضخات أربعة كل مضخة تلغط على الطعام أو الماء حتى يدخل هذه المضخة تعطي الطعام إلى المضخة الثانية والمضخة الثانية تعطيها للمضخة الثالثة والمضخة الثالثة تعطيها للمضخة الرابعة ثم يدخلها في المعدة ثم إذا جاء إلى المعدة في ظنك اعتباطا هذا الطعام يصير جزءا من بدنك نحن اعتدنا من الصبح للليل نأكل الريوب ونأكل الطعام ونأكل العشاء ونأكل الغداء تفاح أو الموز أو اللبن أو الحليب أو الأرز أو ما أشبه من جعل هذا الشيء جزءا لبدنك؟ تدري أن الحظم عملية الحظم فقط عبارة على أنه مليونات ومليارات من الحيوانات الصغيرة الحيوانات الصغيرة الحجم جدا والتي نسميها بالبكتريات أو بالميكروبات أو بالفيروسات إذن ملايين من هذه الحيوانات تلتف حول هذا الغذاء وتلتف حول هذا الطعام حتى يجعل هذا الطعام محللا وقابلا لأن يصبح جزءا من بدن الإنسان اشتركوا في القناة شكرا